يعني غبت على حضراتكم شوية كنت موجود في معسكر النادي الاهلي في اسبانيا في مدينة أليكانتي لمدة عشر ايام الحمد لله رجعنا ام بارح بالليل على مطار القاهرة معسكر ما فيش شك انه هو ناجح بكل المقاييس اكيد مبسوط ان انا رجعت لحضراتكم مرة اخرى لكن طبيعي جدا هتكلم مع حضراتكم على المعسكر بشكل سريع احاول ان انا لخصه علشان نعرف الاهلي الفترة اللي جاية هيعمل ايه او ايه البرنامج اللي الاهلي هيمشى عليه خلال الايام القليلة قبل مواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز والان انا شايف من وجهة نظري وهفضل اقول ان هي مباراة الدوري من نسبة كبيرة مباراة المقاولين هتحدد شكل وملامح مطولة الدوري الممتاز ممكن ان الاهلي يحسم اللقب قبل المباراة الاخيرة لكن في كل الاحوال تبقى مباراة الاهلي والزمالك مباراة بطولة مباراة من قمة مختلفة قمة لوحدها اي ان كان مين كسب اللقب او اي ان كان مين حدد ملامح البطولة مباراة الاهلي والزمالك بطولة لوحدها ممكن فريق يقولك انا كسبت بطولة الدوري وكسبت موت الاهلي والزمالك فايرا بنحسب بطولتين عشان كده بقول لها حضراتكم ان شاء الله النادي الاهلي يخش مباراة الزمالك وهو حاسم للقب على شام يفوز على نادي الزمالك إن شاء الله ويحسم القمة أو البطولة التانية في بطولة الدوري وهي الفوز على نادي الزمالك طبعا أهلي الزمالك إحنا أخواته حبايب وأصدقاء لكن هي كرة القدم هي لعبة تنفسية فقط لغير لكن برا الملعب كله حبايب وأصدقاء وما فيش أي مشاكل ما بين الفرئين ولا الجمهورين معسكر أسبانيا زي ما قلت لحضراتكم معسكر من بدايته اختيار كابتن سالة عبد الحفيز مدير الكرة بالنادل أهلي للمعسكر ده تحديدا بصراحة لما تكلمت مع المنظمين والمسؤولين عن المعسكر قلت لهم يعني احقوا لي القصة إزاي القصة من الأول بدأت وإزاي تم اختيار المعسكر دون عن بقية المدن اللي موجودة في أسبانيا قالوا لي أن الكابتن سيد والكابتن أمير كانوا موجودين في أسبانيا تفرجوا على أكتر من مكان سواء في ماربيا في مدريد في مرسيا في مدن كتيرة جدا في أسبانيا لكن اختيار الكابتن سيد للمكان اللي احنا كنا موجودين فيه والمعسكر اللي احنا موجودين فيه فندق على أعلى مستوى خمس نجوم بنتكلم على غرف نوم مريحة جدا للاعبي كرة القدم بنتكلم على يعني جاكوزي سونة سبا تدليك حتى المساج بالنسبة للعيبة كل ده متوفر بنتكلم كمان على تغذية وهي العنصر الأهم مع عنصر الراحة والنوم لللاعب كانت حاجة على أعلى مستوى كل حاجة كانت بالنظام الفطار في وقت معين الغدى في وقت معين وبالتالي كل الأمور اللي بقول أحضركم عليها داخليا داخل الفندق كلها على أعلى مستوى نخرج بارة الفندق ونروح لملعب التدريب ملعب التدريب المسافة ما بين وما بين الفندق أعتقد دقيقة دقيقة ونص هو منتجع كبير جدا المنتجع موجود فيه فندق موجود فيه ملاعب جولف وموجود فيه ملاعب كرة القدم وبالتالي الملعب كان حوالي دقيقة ونص دقيقتين لحد ما توصل من الفندق للملعب وبالتالي كان كل حاجة مليحة جدا بالنسبة ليه لعبي النادي الأهلي معسكر كان معظم الفترات فيها فترتين فترة صباحية وفترة مسائية كل اللعبة كانت موجودة اللعبة كلها كانت على أعلى مستوى التدريب أي نعم كان شاق شويتين لكن أنتم عارفين حضراتكم أنه هو ده وقت الطبيعي لفترات الإعداد لكن بما أننا موجودين في موسم صعب في موسم كان ظروفه صعبة من وجهة نظر اتحاد القرى السابق قال أن مارتن لسعادة المدير الفني للنادي الأهلي كان يتكلم معنا وقال على أهمية الموسم في الفوز ببطولة الدوري شايف أن موسم صعب جدا وأن الموسم ده الأهلي كان بما أنه كان مشارك فيه أفريقيا فبدأ متأخر بسبب تأجيل اللقاءات الكتيرة كان متأخر في بداية الدوري رجع تاني لمكانه الطبيعي بعد كده رجع مرة تالتة تخلى عن القمة بعد كده رجع تاني متصدر لبطولة الدوري الممتاز وبالتالي لقائين فقط ويتم حسم لقب الدوري للنادي الأهلي عايز أقول لحضراتكم أنا هتكلم بس على النادي الأهلي مش عايز أتكلم على المنتخب أنا عايز أتكلم على الحصل عشان سافرنا وشوفنا وتابعنا مبارات جنوب أفريقيا ومصر أحكي لحضراتكم سريعا لحصل لكن ما عندش أي تعليق بصراحة أن أنا أتكلم فيه على المنتخب الواطن ولا الكلام اللي تقال ولا الكلام اللي تعاد ولا الإخفاقات ولا التصريح اللي تتكلموا عليها كتير جدا سواء المدير الفني سواء حد حق كورة القدم السابق سواء الكابتن هني رمزي لكن خلينا نتكلم على النادي الأهلي وإحنا عارفين أن النادينا مهمة جدا بالنسبة لنا وكمان مهم أن احنا نتابع ومهم أن احنا نعرف المعسكر ومهم أن احنا نعرف إزاي هيستعد للمباراة اللي جاية بشكل عامل إزاي زي ما بقول لحضراتكم اللعيبة كلها كانت على أعلى مستوى اللعيبة كلها كانت موجودة بخلاف اللعيبة الدوليين اللي كانوا موجودين يوم السبت الماضي وصلوا بالسلامة للمعسكر علشان ينضموا إلى زميلهم علشان يخرجوا من الحاجز النفسي السيء إلى حاجز آخر إيجابي وهو حاجز البطولات وحاجز الفوز وحاجز أن كلهم عندهم أمل واحد وطموح واحد وهدف واحد وهو الفوز بزورة الدوري العام صبحوا بعد ظهر التمرين كلها كانت التمرين شاقة تمارين متعبة جدا اللعيبة كانت بتخلص الصبح التمرين بترجع تتغدى تنام تصحط تروح التمرين اللعيبة ترجع من التمرين تتعشى يعني ما فيه شوية يعني انترتيمنت أو شوية ترفيه بين اللعيبة بينها وبين بعض زي ما حضر لكم تابعتم معنا على قناة الآلي سواء بالبينج بونج أو بالبلاي ستيشن أو أني احنا نتفرج على لقاءات بطولة أفريقيا شفنا اللقاء منتخب مصر مع بعضينا ضد جنوب أفريقيا حالة حزن جديدة جدا كانت باينة على اللاعبين وكانت باينة علينا احنا هنا كمرسلين في أسبانيا القناة النادي الآلي وكانت باينة هنا في الاستوديو وكانت باينة في كل مصر والغضب الكبير اللي كان موجود في الشارع المصري على المنتخب والنتيجة السلبية اللي حصلت لكن هو ده حل قروة القدم لما يكون عندك اختيارات غلط تاكتك غلط فنيات غلط تغييرات غلط لازم في الآخر النتيجة تكون سلبية مفيش أي شك من الكلام ده لكن زي ما حباركم عارفين المثل أو الحكمة اللي بقول المقدمات تدول على نتائج مفيش مقدمات يبقى مفيش نتائج ده اللي حصل خروج منتخب مصر بقى عندنا ثلاث منتخبات عربية عندنا منتخب المغرب أو كان عندنا منتخب تونس وعندنا منتخب الجزائر منتخب المغرب خرج منتخب تونس وعلي معلول وكان يعني الراجل زي ما حضرتكم سمعتوه معنا وشفتوه كان متأثر جدا بخروج المنتخب التونسي وكل ما اسأله على المنتخب بقوله انت زعلان هل انت مدعي يقولي طبعا مدعي مش عشان خطر يعني انا بس او مش مدعي علشان الجمهور ده أنا متدقى كمان عشان زميلي زميلي كان نفسي يكملوا كان نفسي يعملوا حاجة لبلدهم كان نفسي أن هم يوصلوا للمباراة النهائية لكن منتخب التونسي أدى اللي عليه بالرغم من ممكن يكون في بعض المشاكل الفنية وبعض المشاكل التكتيكية لكن الحظ وقف جامد مع المنتخب التونسي وقدر أن يقوده إلى المباراة قبل النهائية لكن للأسف ما قدرش أن الحظ يخدم منتخب تونس أكتر من كده والحظ وقف ضده في رقلة الجزاء المهضرة من فرجاني ساسيا وبالتالي منتخب تونسي ودع المباراة قبل النهائية علشان يلعب فيه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع زي ما قلت لحضراتكم كنا بنتابع لقاءات ده الجزء الترفيهي مباراة أمم أفريقيا أو تنس الطاولة أو البلاي ستيشن ده كان بالنسبة للجزء الترفيهي الخاص علشان تكفر حتة الملل وبالمناسبة في نقطة مهمة جدا لحضراتكم المحتاجين تعرفوها إن لعبي كرة القدم لما يكونوا موجودين في معسكر عشر تيام مع بعض بيلعبوا بلاي ستيشن بيلعبوا تنس طاولة بيلعبوا أي حاجة فيها ترفيه وبيتمرنوا مع بعض وموجودين في غرف كلها اتنينات كل لعب معه لعب زميله آخر ده بيقرب اللعب من بعض بيقرب جهة النظر بيقرب الفكر من بعض وبيخليهم إنهم ما يتكلموا بالشكل أكبر فيه أمور كرة القدم بيفكروا في مستقبل في مستقبل الفريق سواء في مباراة المقاولين أو سواء في مباراة الزمالك عشان كده بقول لحضراتكم دايما إن المعسكرات حاجة مهمة جدا جدا وإن أي مدير فني بيكون عنده توقف أو بيكون عنده فرصة كبيرة إن هو يحاول يجمع لعبته بتكون من خلال معسكر مغلق للعبي الفريق اللعبة أو الفرقة وصلت مبارح بالسلامة بعد ما وصلوا أخذوا أجازة النهاردة علشان يتجمعوا بكرة إن شاء الله في أول تدريب بعد عودة بعثة الفريق من أسبانيا وعلشان خاطر يستعدوا لي المباراة الختمية والنهائية قبل لقاء يوم الأربع القادم أمام النادي المقاولون العرب وبالتالي إن شاء الله المباراة يكون بكرة أو يوم الجمعة آسف يوم الجمعة أمام نادي البلاستيك الساعة ستة بتوقيت القاهرة نتمنى إن هي يكون مباراة مفيدة بكل المقيس للنادي الأهلي علشان خاطر مستر مورتن لصورتي يستفيد منها ويحط يدو على التشكيل النهائي والرئيسي للمباراة المقاولون العرب هيكون فيها أعتقد إن التاكتك هيكون واحد لكن استقراره على بعض الأسماء اللي هتكون موجودة سواء في خط الأمامي أو سواء في خط الخلفي ده اللي احنا هنعرفه في مباراة البلاستيك ممكن برضو الموضوع ما يكونش واضح لنا وضوح الشمس لكن حنشوف النادي الأهلي هيأدي بشكل عامل إزاي تلات لقاءات كان فيهم تدرب في المستوى أقوى لأقوى لأقوى النادي الأهلي قدم مباراة كلها على أعلى مستوى ممكن يكون نتائج فيها شوية نتائج عالية فيها نتائج متوسطة لكن أكيد المدير الفني ما بيهموش النتائج أبدا في اللقاءات الودية للمعسكرات على قد ما يهمه الشغل اللي بيطلب منه أو الشغل اللي بيطلبه من اللعبته هل بينفزوه في الملعب أو لا الشكل اللي بينين عليه التعليمات اللي دايما بيتكلم فيها مورتن لسعوتي على الضغط العالي على كل المنافسين اللي بيلاعبون النادي الأهلي في المنشاط الودية على سرعة نقل الكورة سرعة نقل الكورة بين اللعب وبينها وبين بعض طيب اتكلمت معكم عن المعسكر وتكلمت معكم عن ملخص المعسكر بشكل كده لطيف وسريع